اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فانت عارفة تكوبي بقى هنا وهنا وهناك تمام بيديكي مساحة انك تعباري عن نفسك وغير ان انت بتحس ان انت بتصحي كل يوم الصبح عندك حاجة سيبك من الفلوس والمرتب والكلام ده كله بس انت حسن انت اي ما بتعملي حاجة انت تحبيها اي ما بتشتغلي اي ما عندك مسئولية حاجة غير انك تصحي يبقى حياتك كلها محترامي طبعا لستات البيوت لان هما بيعملوا عمل عظيم جدا جدا يعني وعمل شاك وعمل كله مسئولية وبقى انا بحسة ست البيت دي يعني بتشتغل خمس وتشتغل طباخ وبتشتغل بصي كل حاجة في نفس الوقت ومدبرة منزل وبتشتغل بيبي ستر وبتشتغل دكتور نفسي وبتشتغل مكواجي وبتشتغل كل حاجة بس فكرة الشغل بره البيت لأ بيعلمك كده وحيطة ان انت تجيبي مرتبك بنفسك دي حتى لو مش انت مش بتصرفي منه بس فكرة ان انت بتطلعي قرشك بنفسك دي فكرة يعني حلوة عايز اقولك يا لينا ان انا من ضغط الشغل كتير قوي بقول يا ربي انا عايزة يوم اجازة يوم افصل فيه مش عايزة اعمل فيه اي حاجة يجي يوم الاجازة ده لقيني قعدة بفرق طب عايزة اطلع اي مشوير اي عايزة اعمل اي حاجة ولاقي نفسي اخر اليوم زهقانة ومش طيقة نفسي اللي تعود على الحياة دي تعود عليها كده مع طبعا زي ما انت قلت كده كامل احترامنا لكل اللي ما بيشتروش انا عندي صحابي بفعلا هم اصلا شايفين ان ومستمتعين جدا على فكرة ومستمتع جدا وتمام وكل حاجة سواء في حد بيساعدها او مفيش حد بيساعدها فيه ناس مستمتعة ده وفيه ناس زي ما بيقولوا كده جملة تموت لو ما اشتغلتش فعلا الشغل بالنسبة لها اكسوجين طب برضو نرجع لموضوعنا ان الشغل بيغير فيك ايه غير ان هو بيخليك ان انت شخص مسؤول وبيخليك مبسوطة بكاريرك وبحياتك وكل الكلام ده وبحياتك وكاريرك سواء بيتغير حاجات ومش حلوة يعني بصراحة يعني الواحد يقول ليه واللي عليه ان انت على طول بتبقى في حالة ضغط يعني على طول بلمس لو حد لمسك دلوقتي وانت تسترزد هتنخضر فيه والله العاية لا والله العاية ايه انت ساعات بتخسري ناسه لو خارجة من ميتنج مسلا مشدودة قوي فأي بقى مجال من المجالات في حد يجي يكلمك فتروح يهبى فيه مزير قصد بحيات رجاي تندمي طب انا اسف والله قصد انا عندي ضغط يعني كلمة انا عندي ضغط شغل دي اظن نسمعها ده بيحصل طول الوقت كتير فساعات الشغل بيطلع منك حاجات مش لطيفة لما يكوني مضغوطة شخصية بتبقي عصبية شوي بيبقى اقول اكدايق مش قادرة تسمعي قوي بيخلي كده حالتك مجدودة يعني اظن دي سلبيات الشغل فيه حاجة برضو يعني لو اخدناها بالنقيد فيه ناس تانية ممكن السترس ده يخليهم على الوقت الطويل ان هو انا خلص تعود يعني مع اول مشكلة بتقعي فيها في شغلك بيبقى ريأكشن بتاعك حاجة ولما المشكلة دي تتعرضي لها مرة واثنين وثلاثة عارفة اللي هو خدسة مناعة اه فهو انا مثلا نفس الموقف ده عد علي اول الشغل مثلا ازاي نزيع معرفش ايه ازاي نعمل ايه فهما مشكلة كبيرة والدنيا بتتشال وبتتحط ومعرفش ايه تتوتري تتخضي تترعشي مش عارفة تتصرفي ازاي تعياتي انت خلاص واعتف مأزق تيجي بقى لشو نفس القصة دي تتعاد معيكي بعديها بفترة تمام تمام ماشي ماشي انها هزنجف لكم اديلو ستالونا ايه وان فهي اصلا بتخليكي بتخليكي مش نحستي واسي تخليكي عندك قدرة ان انت تسيطري على المواقف وما تتوتريش وما تزعليش حاجة مهمة جدا برضو باتغيارة فيها في الشغل ان انا ان انت فكرة نظرة الناس حواليكي ان كل الناس الله دلطاف وكده لأ انت برضو لازم تتعلمي ان انت تبقي professional اه انت دلطاف وكل حاجة ان انت دلوقتي صحبتك معيكي في الشغل بس لو حصل موقف يتعارض مع ان انت تكسري policy في الشغل علشان صحبتك لأ انت بتيجي تقولي صحبتك بكل طريقة لطيفة جدا انا اسفة بس اللي انت بتعمليه ده هيعرضني انا شخصيا للمسألة او هيعرضني انا شخصيا لغلط في شغلي فمحتاجين نفصل ففي حاجات كتير قوي بنتعلمها مع الشغل انك ازاي تفصلي ازاي تبقي اهدى ازاي تعرفي تتصرفي في مواقف عدت عليكي قبل كده فبعد كده ليتر اون هتتصرفي فيها بطريقة راسية اكتر ومتططريش وتعرفي تلمي الدنيا فلا فعلا وبرده بيخليكي تعرفي تقيمي الناس لان انت بتتعاملي زي ما انا قلت في البداية تتعاملي مع فئات مختلفة اعمار مختلفة طبقات مختلفة وناس غير ثقافتك وناس غير تلبيتك والبيئة المحيطة وكمان ساعة جنسيات تانية في ناس شغلها بيبقى انتريناشنال اللي هو بتتعامل مع جنسيات اصلا مختلفة واعمار بقى وطرق بقى وناس بقى دماغها بحتة تانية فده بيخليكي اوبن اوب لكل انواع البشر انا عارف اتعامل مع اللي بتاع مصلحته وعارف اتعامل مع اللي بيلبسك الحاجة وعارف اتعامل مع انسان المحترم وعارف اتعامل مع الانسان الوركهالك اللي بيحب الشغلة قوي وعارف اتعامل مع شخص الامين وشخص الكذاب والكبير والصغير فالشغل بيخليكي يعني تتعرفي على شخصيات انت ما شفتيهاش قبل كده في حياتك ولا شفتيها في المدرسة ولا شفتيها في الجامعة ما كنتش هتعرفي انواع البشر دول ولا تعرفي تتعامل معاهم غير لو اشتغلت ودي برضو حاجة مهمة جدا في الشغل ان انت بتكتسبي صدقات كمان وساعت على فكرة بمطلع من الشغل بنسامينه صحابة عمرنا ان انت فعلا بتطلعي بناس فلة وساعت برضو ناس مش فلة قوي يعني